مع عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية ستبدأ اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي هذا ما أعلنته وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوحدة دعات الطلبة إلى التعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد وقنوات الدفع المعتمدة وآلية دفع رسم طلب الالتحاق عبر زيارة موقعها الإلكتروني أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابني أن نسبة البطالة بين الصيادلة وصلت حاليا إلى 30% بينما تخرج الجامعات سنويا نحو أربعة ألاف صيدلي فيما هناك على مقاعد الدراسة حاليا سبعة عشر ألف طالب وأضاف العبابني أن عدد خريجي الصيدلة المتقدمين بطلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية يفوق كثيرا عدد الشواغر المتاحة حاليا أو مستقبلا في المملكة ودعا العبابني الناجحين في انتحان الثانوية العامة وأولياء أمورهم إلى الاطلاع على واقع سوق العمل قبل اختيار دراسة أي من التخصصات الصيدلانية وثق مواطن أردني عبر صفحته على موقع فيسبوك حالة إنسانية خلال تجوله غرب المزار الجنوبي لطالب وشقيقته تمكن من التفوق في الثانوية العام رغم عيشهم في خيمة يرفرف عليها العالم الأردني تعبيرا عن فرحهم بالنجاح ومع انتشار الصور المرفقة بتلك القصة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها بشكل واسع مباركين بنجاحهم ومطالبين الجهات المعنية والجمعيات واللجان الشعبية لدعمهم والوقوف إلى جانبهم في ظل ظروفهم التي بدت صعبة وقاسية بحسب الصور من جانبه تفاعل وزير التنمية الاجتماعية أيمن مفلح مع هذه القصة وقال عبر تويتر إن الجهات المختصة ستنسق مع مدرية الميدان للوقوف على واقع حال الطالبين الشقيقين الذين يتفوقا في نتائج الثانوية العامة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الطالب علاء والطالبة ملاك الذين يتفوقا في امتحان الثانوية العامة بالرغم من الظروف القاسية التي يعيشها أهلا بك أستاذ عمر لبدور يعني بداية نبارك لك نجاح طلبتك علاء وملاك صف لنا مشاعرك أستاذ أهلا وسهلا فيكم لجميع المستمعين على إذاعة رؤية لأماني كانت فرحتي لا توصف وكل الشكر وتقدير لكل جهاد معنيه إلى الكادر التعليمي في مدى السيلة الحسن الذي قضوا يعني كل جهدهم من أجل لا نتيجة طلبة الثانوية في مدى السيلة الحسن نعم يعني أستاذ عمر يعني انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وخبر تفوق يعني طالبات لاقا بتفاعل كبير من الأردنيين هل تواصلت حسب معلوماتك معهم أي جهة؟ نعم والله الأماني يتفاصل لزارة التنمية الاجتماعية والمختصين في الجمعيات الخيرية مشان توفير منح للطلب الدولة أقل حظا في هذه المنطقة نعم طيب أستاذ عمر يعني كيف كانت تجربتك مع علاء وملاك في التدريس وكيف تصف ظروف معيشتهم؟ صدقا حسب ما كنت يعني عايش بناتهم أهل المنطقة أهل بربيطة أنه أهل المنطقة وبذات علاء وملاك والزملائهم والطلاب يعني يعني يشون ظروف صعبة جدا لا كهرباء لا ملصات تعليمية ولا شيء يعني على الحياة القديمة مثل أجدادنا وأبانا نعم طيب يعني تعلق علاء وملاك بالدراسة يعني قل لنا يعني برغم الظروف الصعبة والحياة القاسية يعني كيف تقيم تعلقهم بالكتاب ولماذا هذا التعلق الكبير بالكتاب والدراسة هل هو لإيجاد مخرج من هذه الحياة الصعبة؟ طبعا شافوا الظروف المعيشية الصعبة وتعلقهم في التعليم خصوصا وجدوا الحياة الصعبة جدا قالوا بنتهم يخرجوا وحطوا هدف قدامهم أنهم يخرجوا من هذه العيشة الصعبة المعيشة الصعبة والحياة الصعبة اللي ضدهم نعم طيب أستاذ عمر يعني في المنطقة كما ذكرت هناك يعني الفقر منتشر والحياة يعني الصعبة تلازم العديد من سكان المنطقة يعني بتقديرك كم عدد تقريبا من يعانون في تلك المنطقة والطلبة الذين كنت تدرسهم؟ طبعا تقديرا لحصاءات عملية مقابل ست سنوات لحد الآن تقريبا 80 عائلة من 85 عائلة يعيشون تحت مستوى الفقر يعني الصفر أقل من الصفر طبعا الطلاب اللي نجحوا تسع طلاب كانت نسبة النجاح في هاي المدرسة نسبة فجأة محافظة الطفينة 9% تسع طلاب اللي نجحوا طبعا بنا نشوف إنهم منح تتكفل في دراستهم نعم يعني نتمنى أن تتحرك بالدولة وكل الأجهزة يعني البناء على هذا النجاح واعتبار هذه خطوة أولى وبادرة يعني لتغيير واقع معيشي من قبل الطلاب الذين نجحوا وهم تسع طلاب كما ذكرت أستاذ نتمنى أن يجدوا حضن دافئ لتقويتهم ولكي تمهد الطريق أمامهم للوصول إلى الجامعة وتحقيق آمالهم طيب يعني سيدي كم كانت المعدلات كانت المعدلات مرتفعة جدا يعني على الوضع الاقتصادي يعني كانوا يدرسوا بدون كما تحدثت سابقا أنه يدرسوا على بدون كهربة بدون شيء بدون خصوص يعني كانت على واحدة هي ملاك حصلت على معدل 91 و13 ويليها طالب اسمه مندر 84 بعدين أخه ملاك 83 لغاية من الأقل معدل كان هو 71 نعم أستاذ عمر يعني شكرا لجهودك مع الطلبة الأقل حظا ربما والأفقر حظا في الأردن يعني نتمنى فعليا كما قلنا أن يحصلوا على المنح الكاملة المناسبة التي ستدعمهم ليحققوا أحلامهم وأن تكون كمكافأة لتعبهم برغم هذه الظروف الصعبة جدا وعدم وجود كهرباء ودراستهم كما علمنا على ضوء يخص يعني تليفون نقال أليس كذلك نعم كانوا على ضوء أو الفانوس اللي بحكوها كانوا يدرسوا عليه نعم يعني أستاذ عمر مبارك لك جهودك الله يباركي مبارك لا نعم أحب أبارك للطلاب جميعا طلاب البربيضة في سير الحسن أحب يعني أعضل أشكر على واجب واجب جميع المعلمين المقصروا وبدل كل جهودهم مشان يطلعوا هاي ثمرة نعم يعني أستاذ نحن أيضا نبارك لك ونبارك للطلبة الناجحين وعائلاتهم يعني وبهم فعليا نرفع رؤوسنا أستاذ عمر كلمة منك لكل طلاب التوجيهي الذين يعني موفر الظروف الملائمة للدراسة ولا يستغلوهم نصحي وإنهامي لكل طالب على مقعد الدراسي في المرحلة الثانوية أنه يبدل كل جهده لأنه كل شيء متوفر لهم عكس طلاب المناطق الأقل حظا سواء كانت في الببيضة أو سير الحسن يعني اللي هم يبعثيه حتى ألف نعمي يعني متوفر لهم كل الجهود كل الإمكانيات أنهم يبدلوا جهدهم على من أجل الرسالة السامية هي العلم ويوصلوا صورة ناصة على الأردن نعم يعني شكرا لك أستاذ عمر لبدور وأنت يعني مدرس الطالبين علاء وملاك الذين نجحا بتفوق في امتحان الثانوية العامة برغم صعوبة ونقص الظروف والإمكانات واستطاعا أن يتجاوزا هذا الامتحان الذي ربما يعتبر عقبة للكثير من الناس أعتذر الأستاذ عمر لبدور شكرا جزيلا لك وفي خبر آخر طالب قصي أبو قاعود واحد ممن حققوا العلامة الكاملة مئة في المئة من بين مليوني طالب من تسعين دولة يدرسون على نظام التدريس البريطاني IGCSE ليكون بهذا المعدل مؤهلا للدراسة في أفضل جامعات العالم كاميرا رؤية التقت أبو قاعود للحديث عن تفوقه ومعرفة التخصص الجامعي الذي ينوي دراسته كان هدفي مش أني أوصل للهلم فعليا وصلت له ولكن شك الناس فيه وشك الناس في خدراتي طور من أهدافي وخلاهني أني أنا بدي أصير أوصل لتوب بالتوب أني أنا أوصل لأحقق أكتر معدل ممكن أحققه أكتر معدل ممكن الإنسان حققه فعليا فكملت ودرست وأطاعت الأشياء ما كانت لازمة في حياتي اللي فعليا ما حتى تطور من مستقبري زي الفيديو جيمز وبلشت أدرس أزيد من أعداد من ساعات دراستي وصلت 16 ساعة باليوم أروح ألعب رياضة أكيد كنت ألعب فيديو جيمز ولكن مش زي زمان حتى أرفع عن حارضه وخلصت 13 ستين قدمتهم والحمد لله قدرت أني أحقق معدل مئة بالمئة بعد أن أجبت A-Stars عندما بأنه جماعات بره ممكن تطلب بي بي ولكن زي ما قلت لك مرة تانية شك الناس فيي وشك الإدارة فيي خلاني أوصل لأنه لوصلت له فيها زاد من أهدافي لين رايح بعدين بصراحة أنا بشوف حالي بمكان فيه طب أنا بحب أني أكون طبيب وأساعد الناس لأسباب إنسانية قالت مدرية الأمن العام إنها ألقت القبض على 51 شخصا أقدموا على إطلاق العيارات النارية بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وضبطت 55 قطعة سلاح في مختلف المحافظات وأشارت المدرية إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أشخاص استخدموا السلاح خلال احتفالاتهم بمناسبة الثانوية العامة وتسببوا بالأضرار بالأرواح والممتلكات وهددوا سلامة المواطنين وأمنهم لتطالهم يد العدالة وينالوا أيقابهم الرادع لا تزال فكرة الانتماء الحزبي لدى طلبة الجامعات الأردنية غير واضحة ومشجعة بشكل كاف والحزبيون يرون أن مشروع تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي يقيد العمل الحزبية للطلبة نبذة عن أراء طلاب الجامعات حول الأحزاب وحول مشروع نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي وبحسب الطلاب التركيز على التحصيل العلمي بالمرحلة الجامعية هو الأساس أنا كطالبة جامعية لا مش ونخرطة في أي حزب سياسي بالنسبة اللي لسه ما لقيت الحزب اللي بتلاقم مع أفكاري زي ما كلنا بنعرف أنه الحزب هو مجموعة من الأشخاص اللي بتحدوا بالأفكار لحتى يحققوا هدف معين مسألة العميد يعني لو يعيدوا النظر إليها لو يعيدوا التدقيق في النص القانوني يعني حتى لا ندخل في تناقض طب لو العميد نفسه رفض هذا القرار أو رفض هذا العمل الحزبي مش هذا تعطيل للأحزاب وحركة الأحزاب أحب أن أظل ملتهي بدراستي بس كمنحة؟ كمنحة؟ أه كمنحة أنا متعرضة إلها أنه ممنوع أدخل أي حزب أو أي شيء تاني الحق للطلبة بممارسة الأنشطة الحزبية في الحرم الجامعي وعدم إقامة النشاط في غير الأمكنة والأوقات المصرح بها وعدم الإعلان أو الدعوة لعقد النشاط الحزبي أو البدء بتنفيذه قبل الحصول على الموافقة الخطية من العمادة أبرز ما أتى في مشروع النظام والحزبيون يرون أن هذه الشروط تضييق على العمل الحزبي لدى الطلبة هذا مشروع النظام أبقى على أنظمة التأديب كما هي وهذه الأنظمة جزء منها بيتحدث عن نبذ الحزبية على سبيل المثال والتالي أنت كيف تحكي أن تسمح للعامل الحزبي مع إبقاء أنظمة التأديب قمعية هذا مثالا كلمة عدم عدم انتكررت ربما في سبع مواد متتالية شبه متتالية حتى الصياغة تشعر أنها صياغة أشبه ما تكون بصياغة مواد عرفية وليست مواد تشجع الطلبة الصياغة القانون لا تشجع القارئ من الطلبة على الانخراب وفي استطلاع للرأي حول القضايا الإقليمية لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بيّنت الدراسة أن 67% من الأردنيين يعارضون مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب وما نسبته 79% يعارضون إقامة الأحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات والخوف من حدوث المشاكل والفتن والتفرقة من عوامل عدم تأييد مشاركة الطلبة في الأحزاب السياسية كما أشار الاستطلاع على الرغم من الإصلاحات السياسية الأخيرة لا تزال فكرة الانتساب للأحزاب غامضة وغير مقنعة لدى بعض الطلبة ومطالبات حزبية بضرورة تعديل بنود العمل الحزبي داخل الجامعات رامي العيسى رؤية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة أولوية لدى الحكومة بحسب وزير الصحة دكتور فراس الهواري الهواري خلال افتتاحه اليوم مركز صحي صخرة بمحافظة عجلون أكد على أن وزارة الصحة تنهض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولا لتحقيق رضى المواطن مشيرا إلى أن افتتاح مركز صحي صخرة الشامل يأتي نتيجة لمتابعة وتلمس الوزارة لاحتياجات المنطقة وبين الهواري أنه تم رفض المركز بالكوادر الطبية في العديد من الاختصاصات هذا المركز هو مركز عملاق مساحته تزيد عن 2400 متر يقدم كافة الخدمات التي تشتمل عليها المراكز الصحية الشاملة من طب عام وطب أسرة وطباء النسائية بالإضافة إلى الأجهزة الأشعة المختبرات الألتراساون فبالتالي اليوم أمام نقلة نوعية في الخدمات الصحية اللي بوفرها هذا المركز عدد الكوادر يزيد عن 45 اليوم فبالتالي اليوم هذا جزء حقيقة من ما نصبه إلى تحقيقه في محافظة عجلون قضاء صخرة منطقة الجنية بشكل عام بحاجة إلى هذه المراكز الصحية المتقدمة اللي نسميها المراكز الصحية الشاملة ولكن هذه المراكز بحاجة أيضا غير عن المباني بحاجة للتخصات بحاجة للأجهزة بحاجة للأدوية لاحظنا بالفترة الأخيرة حقيقة كان في جهود من قبل وزارة الصحة هذه الجهود بتركز على التوسع في الخدمة الصحية بالمناطق البعيدة عن العاصمة بالمناطق الأطراف تحديدا وهي اليوم مركز صحي صخرة الشامل هو نموذج على هذه المراكز الصحية انفجر خط المياه الناقل المغذي لمدينة المفرق وقضاء السرحان أسفل أحد المنازل في بلدة الزعتري بمحافظة المفرق أهالي المنطقة أبدوا مخاوفهم من تمدد الأضرار إلى منازلهم بعد أن تعرض أحد المنازل التي يمر أسفلها الخط الناقل بهبوط بأرضيته وتشققات في جدرانه مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باس البصبوس قال إن الخط أنشئ منذ السبعينيات وفور الإبلاغ عن الحادثة تم التحرك والبدء بإجراءات الصيانة توجهنا من ليلة الأمس ووضعنا جميع الإمكانيات الموجودة للإدارة في المنطقة وبدأنا نشتر بالخط والغاية الآن شغالين ما رح نروح إلا الخط شغال بإذن الله والضرر المستقبلي لأهالي منطقة الرابية الفوعلة سيكون هناك ثلول جذرية لهذا الخط سيتم نقله بإذن الله خلال الأسبوع القادمة وتم دراسة اليوم شكلنا لجنة لدراسة نقل هذا الخط من المنازل دمرت البيت عندي جوا مسهور 24 إنش خبرنا السلطان بارح جهدهم مشكورة ما قصروا بل ديت المفرق كمان ما قصرت ودونا تنكات ولا ضرار البيت كل البيت متشكشك كامل يعني لا يصح الحس كم فيه كما تسببت عمال وحفريات تنفذها إحدى الشركات لصالح شركة مياه اليرموك بانهيار جزء من شارع في جنوب مدينة إربد حالة من الذعر دبت بين سائق المركبات عند انهيار الجزيرة الوسطية في الشارع بشكل جزئي حيث عملت كوادر الشركة على تحويل سير المركبات بعيدا عن موقع الانهيار بينما لم تتمكن رؤية من الحصول على رد من شركة مياه اليرموك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر